بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس يونتو هناخد دلوقتي درس اسمه سترينج خدعوك فقالوا ان السترينج ده نوع من انواع البيانات لان في بعض الناس ممكن تقول لك ان انت لما تيجي تستخدم السترينج فمعنى كده ان نوع البيانات بتاعتك سترينج نوعها نصي لا الحقيقة جماعة ان السترينج ده بيقوم بحفظ الحروف يعني مثلا لو انت عندك كلمة زي ابدأ بيتم حفظها داخل السترينج بهذا الشكل اي بي دي اي تمام يعني من الاخر كده يا جماعة السترينج بيتعامل مع الجملة على انها مجموعة من الاحرف مجموعة من الكاراكترز علشان كده نقدر ان احنا نعمل عمليات كتيرة جدا على اي حاجة نوعها سترينج معلش احنا مش فاهمين قوي يعني طيب بصوا كده شايفيني الاكزامبل قدامكم ده انا روحت عملت كم variable two variables variable اسمه name وvariable اسمه name2 ايه اللي هيحصل في السطر الاول السطر الاول اللي هيحصل ان انا هيبقى عندي name وده بيشاور على مكان فادي و name2 بيشاور برضو على مكان فادي طب ده كده واحد اتنين بقى انا هنا طبعا مرقم السطور واحد اتنين تلاتة اربعة اتنين قلنا ان نيم بيساوي ممدوح موسى فاللي هيحصل ان نيم هيتحط جواه ممدوح موسى حلوة اوي الكلام ده رائع طب نيمتو بقى ها نيمتو مازال زي ما هو طيب تلاتة قلتلو ان نيمتو بيساوي name فمعنى كده اللي هيحصل اللي هيحصل في الخطوة التالتة ان نيم فيها ممدوح موسى صح؟ حلوة اوي طب نيمتو بقى هتعمل ايه؟ نيمتو هتشاور على برضو ممدوح موسى يعني كده اصبح نيم ونيمتو اللي اتنين دول بيشاوروا على قيمة واحدة بس اسمها ممدوح موسى بعد كده روحت جاي قلتلو name equal kinda طيب نيم كان بيشاور قبل كده على ممدوح موسى لأ ده هيشاور على قيمة جديدة اسمها كندة ام النيمتو هيشاور على مين؟ مازال بيشاور على ممدوح موسى اوكي يا جماعة الكلام ده ولا في مشكلة؟ ها الدليل على الكلام بتاعي ان انا لو رحت هنا قلتلو روحت بعلي name وروحت بعلي name to هيطلع لك النتايج اللي انا عملتها لك من شوية اللي هي name هيبقى في كندة والنيمتو هيبقى في ممدوح موسى اوكي كلام ده مشروح بالكامل في سلايد دي ودي الاشكال بتاعته اللي هي figure 1 figure 2 figure 3 figure 4 مهم جدا ان انتو تبقوا فاهمين يعني ايه؟ name to equal name name to equal name انا رحت وخليت name to بيشاور على مين؟ بيشاور على نفس اللي بيشاور عليه name هي دي الفكرة من سلايد دي ايه بقى العمليات اللي ممكن نعملها على اللي سترينجز عندنا زي ما انتو شايفين كده خمس عمليات بس هما ستة في الاساس واحدة خدناها زمان اسمها concatenation concatenation ان انا بجمع نص على نص يعني كاني بالضبط بقول ايه؟ name equal بمدوح موسى او بهذا الشكل name equal ممدوح name to equal موسى عايزة لزق بقى ممدوح فموسى خلاص استخدم علامة البلاس يعني كانك هتقوله name plus name to هو ده اللي بيطلق عليه concatenation فلزق ممدوح فموسى فبقت ممدوح موسى اوكي؟ بس هتلاحظوا ان ما فيش مسافة طب ازاي عمل مسافة؟ المسافة بتعتبر برضو string او هعمل كده وكده كده كاني بذلت وقوله اطبعلي اللي موجود في name زائد مسافة زائد اللي موجود في name to فاللي هيحصل نوعه هتطلع لي ممدوح مسافة موسى يبقى ازا اول عملية بنعملها على concatenation كده جماعة في بقى ستة عمليات تانية بنعملها برضو على مهمين جداً عملية اسمها equal ايه بقى الايكولز ديت الايكولز دي ان انا كده كاني بقول ايه يا ترى name بصه بقى هدوس تمام equals name to بهذا الشكل كده كاني بقول ايه يا جماعة يا ترى اللي موجود في name بيساوي اللي موجود في name to طبعاً لا name بتشاور على ممدوح و name to بتشاور على موسى فلازم هيطلع لي false طب احنا ينفع في نستعمل equal equal لا في هتستعمل equals في هتستعمل equals اوكي كده يا جماعة طيب عندنا حاجة اسمها length يعني تقلو name dot length اللينث دي بيترجع لي عدد الاحرف يعني بيترجع لي او واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة يعني لما اقلو name dot length فهيروح يعد عدد الاحرف ويرجعهم لي يعني هيتطلع لي سبعة طب لو قلتلو name to ها قولو انت بقى الله ينور عليكم هيتطلع لي ستة طيب ايه تاني عندنا حاجة اسمها character it character it character it كاني بالزبط بقوله هنا name to dot character it تلاتة مش فاهمين يعني ايه بصوا يا جماعة قلتلكم هنا من شوية ان ال string بيتم حفظ فيه الكلمات بهذا الشكل والعد بتاعنا بيبتدي من zero واحد اتنين تلاتة فانا لو كنت اعمل كده string x equal ابدأ و جيت قلتلو x dot character it تلاتة مثلا فحيعمل ايه هيبتدي يروح يشوف العنصر التالت في حرف ايه ويرجعه لي على سبيل المثال انا جيت انا قلتلو name to dot character a3 طب name to ده في ايه او بيشور على ايه بيشور على موسى ابتدي ارقم بقى zero واحد اتنين تلاتة يبقى ازا لما اجا اقول له name to dot character a3 حيرجعلي s اهو طب لو قلتلو character a2 هيجابلي من mou zero واحد اتنين حيرجعلي اليو ده كده character a2 index of كأنك بالزبط بتقوله هنا name to dot index of وبتديلو string وليكن index of ايه عارفين هيعمل ايه جماعة هيبتدي يروح يشوف اول حرف ايه يقابله ويجيب الاندكس بتاعه هو ايه الاندكس ده الاندكس اللي هو الرقم الاندكس اللي هو الرقم الاندكس اللي هو الرقم الاندكس بتاع الايه فهيعمل ايه هيبتدي يعد من الزيرو زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى index of ايه لازم يديني 5 كلام سهل طبعا ساب سترينج ساب سترينج مهمة جدا وبتيجي كتير جدا في اي امتحان بصوا كده اهو هاولو name to dot ساب سترينج مسلا تلاتة واثنين طبعا انا عمل لها طريقة سهلة قوي طبعا انا عمل لها طريقة سهلة قوي طيب طيب كده نتعلمها مع بعض اول ما تشوف ساب سترينج اول ما تشوفها تعمل ايه تشوف الاول انت بتجيب ساب سترينج بتجيب ساب سترينج للي بيشاور عليه name to name to بيشاور على موسى فاذا بروح جايك كده في ورقة خارجية بروح جايك عامل جدول لموسى اهو م او يو اس اس اي تمام اتكذوا معايا جميع من فضلكم عشان ما حتش تلغبط فيها خالص بعد ما بتعمل الجدول بتبتدي ترقمه من تحت من اول الزيرو ومن فوق من اول الواحد اوكي رائع جدا الكلام ده ركزوا معايا بقى من فضلكم لو انت جيت قلت له مثلا ساب سترينج ثلاثة واربعة هو بيحسبها ازاي اللي بيحصل ان الرقم الاول ده بيبص تحت فيروح جاي رايح عند ثلاثة والرقم التاني يبص فوق يروح جاي رايح عند مين عند اربعة فمعنى كده انه هو هيتبعلك حرف الاس تعالوا كده نجرب اوه هقوله هنا ثلاثة وهنا اربعة فوقت له ران فايل بصوا طبعا لك حرف الاس طيب مثال تاني لو انا جيت هنا قلت له على سبيل المثال مثلا اقطع لي او اعملي ساب سترينج من اتنين لخمسة ها حد يعملها بقى هيبتده او اتنين اهي وخمسة اهي فحياخد يو اس اس ايدي اتنين و ايدي خمسة ران فايل طلع لك يو اس اس هتفهمت ولا لسه لو انتوا عملتوا الجدول لقدامكم ده اي سؤال تجاوبوه طب لو قلت له ثلاثة و اتنين في رأيكم الشخص يا جماعة ايه اللي يحصل اهو ثلاثة و اتنين ثلاثة و اتنين بصوا هيعمل ايه هيروح تحت لتلاتة اهي ايدي تلاتة و هيروح فوق لتنين ايه ده ده معنى كده ان هو هيرجع اهلك لا ماينفعش كده بصوا هيعمل ايه هيتطلع لك ارر يبقى اذا هو مش هيقدر ان هو يرجع هو يتقدم اه لكن يرجع لا تمنى ان اي سؤال في الساب سترينج تقدروا ان شاء الله ان انتوا تجاوبوه بمنتهى البساطة يبقى اذا العمليات اللي على السترينج هتكون كالتالي لينث و هكون كاتينيشن و عندنا طبعا ايكولز كاراكتور ات انديكس اوف و ساب سترينج ساب سترينج دي اهمه اخر حاجة عندنا اسمها سترينج بافر طيب سترينج بافر طيب من الاخر كده بتستخدم في حالة ان انت عندك فاريابل والفاريابل ده هتضف له سترينجز كل شوية يعني الفاريابل ده نوع سترينج تمام و كل شوية هتديله قيمة زيادة و عايز القيمة الجديدة تلزق في القيمة القديمة ولكن بسهولة من غير ما تستخدم الكونكاتينيشن العادي اللي هو البلاس اوكي بتستخدم كلاس اسمه سترينج بافر فبتعمل سترينج بافر نيم ما ينفعش حضرتك عشان ده سؤال اختيارات ما ينفعش حضرتك تيجي تقوله كده ممدوح هيقولك لا والله انا مش فهم اي حاجة تمام ولكن الشكل التقليدي للي سترينج بافر ان انت بتقوله سترينج بافر نيم equal new يعني انت بتعمل object منه سترينج بافر وبتديله قيمة اللي هي القيمة الاولى تمام فبالتالي انا لو رحت دلوقتي طبعت نيم حيطبع لك ممدوح فلو قلت له run file كده طبع لك ممدوح طب نفترض بقى ان انت عايز تضيف قيمة بتستخدم مثل اسمها append يعني كأنك بالزبط بتقوله name.append تمام وبتديله قيمة ولكن انا هتديله مسافة هنا وبعدين name.append .append هتديله هنا مثلا موسى وبعدين هقول له name.append تاني مسافة وبعدين name.append تاني وليكن سقر فزي ما انتو شايفين كده الكود بالنسبة لي بقى اوضح وفي الاخر خالص حطبع مين؟ حطبع name. run file هتلاقيه طبعلك ممدوح موسى سقر وده طبعا كل الموجود في slide دي. مش عايزكم تعرفه اكتر من كده وبكده يبقى احنا خلصنا string يمكن يكون في حدود 8 افكار الفكرة الاولى اللي احنا شرحناها فكرة المشاورة ان بيشاور على حاجة معينة تمام؟ بعد كده العمليات اللي على strings اللي هم كانوا آآ ست عمليات واخيرا string buffer فهمنا الكلام ده كله يلا نستهد علشان نخش على موضوع جديد اسمه erase